اخوتي المغاربة كيف بقيتوا اخوتي المغاربة جاوسوا الصدمة ولا باقي المصدمين بحالي انا مصدم انا معدب انا محقور وما كفتهمش هاد الحقرة وهاد الصدمة فزادوا صدمة اكبر بكتير من الصدمة ديال التأشيرة اخوتي المغاربة ده بقى لك سيدي غادي جريو على مليون مغربي متواجد بالجزائر صافي قروا اخوتي المغاربة حقرنا النعمة اللي كنا عايشين فيها في الدولة الجزائرية غادي جريو على المغاربة كاملين اخوتي والطامة الكبرى انهم شدوا الشروط ديال الفيزا صافي اخوتي يعني اصبحت معقدة اكتر من الجواز الاوروبي الاحمر يعني باش تمشي الجزائر فالفيزا ديال هم اصعب من الفيزا ديال دول تشينغين دول اتحاد الاوروبي واش معتوا اخوتي المغاربة ويالله معايا نشوفوا الشروط راهم خرجوها بسرعة فرضوا علينا شروط صعيبة وصعيبة بالزاب دا ما معلينا الا نشوفوا داك الزواج الابيض باش نصوبوا الوريقات ديال الجزائر ونزيدكم واحد الحاجة راهم قروا على النوام قطع لنا الضوء والماء والغاز والمواد الغدائية كلها من حوت وخضر وفواكه ومشينا فيها اخوتي المغاربة مشينا فيها بالمزيان حقرنا النعمة اللي كنا عايشين فيها ويالله معايا تشوفوا الشروط اللي يفرضوا علينا باش للراغبين يعني لزيارة هذا البلد العظيم يالله معايا اخوتي المغاربة وما تنسوش لايكيو وبرتاجيو واللي كيشفنا الاول مرة تشارك معانا في القناة راه ما غادين بقاول القاومين اكلو يالله معايا اخوتي كان عرب كان عرب واحد الكلف واحد الزندق واحد العامل عندهم قال لك المغاربة حقرتون النعمة ديال الجزائر يوذا بغادي تبقوا بالجوع قال ما السؤال لي كانت رحوال العمالة واش حتى هو ما تفرضوا عليهم الفيزة ردوا بالكم انهم راه بلادهم ما عقلوش عليها اوه اذا دخلتهم سواء بالفيزة ولا بالفيزة ردوا بالكم هادو هما الجوازيس اللي يخصكم تخافوا منهم سمحت يا عمي تبون اللي هو وصي وصي يالله الخوتي يالله نشوفو الشروط المعقدة للدخول للدخول الى احسن بلد في العالم يالله معي قال لك مليون مغربي متواجد في الجزائر يوالله اعطينا وجهكم هاد الشي ما نقوله السلام عليكم بخباركم اخوتي المغربة زادوا اصدمونا عقدوا الشروط انا كنت عارفهم غادي عقدوها البارح يعني بكيت وبرت لانا كانوا كنت عارفهم غادي يعقدوا الشروط وكنت عارف ما كانت توفرش في الشروط لان الشروط اللي يفرضوا على المغربة اه صعيبة صعيبة احتى على هاد الجواز هاد اخوتي المهم غادي نمشيوا للتفاصيل ونشوفو التفاصيل اللي وضعتها الصفارة الجزائرية على المغاربة اللي باغين يمشيوا للجزائر اللي باغينين يمشيوا يخدموه في الجزائر الخدمة غير متررشة في الجزائر اخوتي وفي خباركم قال لك سيدي غادي يقطع علينا الضو قال لك سيدي يعني احنا ما احمدناش الله على النعمال اللي كنا فيها من الجزائر كيس تدروننا الفراقش الفراقش ديال الجاج اللا كيس تدروننا الحوت واللحم والخضروات والفواكه شو داك الشاحنات اللي كيكونوا شدين التوابير في ميناء طنجاد وكلهم كانوا ماشي الجزائر ماشي خاويين ماشي يجيبونا هادشي خوتي المغاربة ما عليكم الا التعلموا الصيادة بالطريقة التقليدية واللي عندو شي بحيرة ربي فيها الحوت واللي عندو شي ويردو يزرع فيه الخضرة والفواكه لانا غادي قطعو علينا النعمة غادي قطعو علينا الضو غادي قطعو علينا كل شي يا خوتي بالي خوتي المغاربة هادي محنا كيمر بها الشعب المغربي ولا بود نتقاضروا يعني ونواسيوا بعضياتنا فهذا فهذا الأزمة اللي فرضها علينا عمي تبوه المهم هادي نعطيكم التفاصيل إذا بغيتو راه أصعب ما يكون وهو أنك يعني تدخل البلد الجزائر لأنك ما قلتكم غادي نشارك معكم الشروط ديال الفيزة اللي بغي يمشي يدبر على على رأسه يترفح اللي بغي يرجع ملياردير أو لا مليونير أنا غادي نشارك معكم الشروط ديال الفيزة وغادي نمشي والتفاصيل مهمة الأسباب علاش عم يتبون فرض علينا الفيزة وحرم المغاربة من الزيارة ديال هاد البلد العظيم كما قلتكم كنا وحد الحمار وحد الكلب وحد العميل ديالهم ما عارشان بعدها هاد العملاء ديالهم واش حتى هما تفرض هت عليهم الفيزة أولا غادي يمشيوا بلا فيزة واردو بلكم منهم في حالات إذا حيتوا عليهم الفيزة راه البلد ديالهم ومعقلوش عليها راه كيمشي مع اللي كيخلص كتار هدي نصيحة لك عمي تبون وعمي شنقريحة رد بالك من الخوان المغاربة الذين يدعون النضال والمعارضة ولكن يتقاضون أجورا يعني منكم عمي تبون رد بالك إذا دخلوا ما تتقش بيهم راه بلادهم وعائلتهم ومعقلوش عليهم فما بالكم بنتم الجزائر الخوان بشي نشوفوا التفاصيل ونردوا حتى على الناس اللي كتقول باللي مليون مغربي متواجد بالجزائر مليون الخوان وما كيش احتفل سبانيا سبانيا وما كيش فيها مليون مغربي سبانيا أخوتي المغاربة راكم كتشوفوا الحيوط عمر المغاربة يعني كل مدينة فيها قنصلية المغاربة كيبنوا هيده وما كيش مليون وهما كيقولوا عندهم مليون يعني ما كيش كاين ما بين عشرين الف وخمسين الف مغربي اللي يمشى ويعطيوهم الصناعة التقليدية ديالنا من غادي يتعلموهما ذاك الصناعة التقليدية وغادي ينسبوها ليهم غادي يجريو عليهم واش فهمنا المهم مشو نشوفو التفاصيل ديال هاد الشروط اللي خاصة توفر فينا باش نمشيو الجزائر الجزائر اللي ما كيمشي لها بتاشي واحد خبركم اخوتي يعني في السنة كين مليون ونصف سائح المغرب كيدا خلقوا رابا ديال عشرين مليون سائح وعنش كنا هما ديك مليون ونصف سائح راهما جزائريين مقيمين بالديار الاوروبية هادو من داك الساد الملاي اللي كين فرنسا بالي كيمشي وهادو كما اللي محزو بيسيح لانه ما فرضي الانفيزة على كل شي ربي سبحانه وتعالك يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبر صدق الله العديم يعني الناس من حاصرين شدين على رأسهم قل لك يا سيدي ما نعرف واش المعلومة صحيحة ولا لا قل لك محيدي الفيزة فقط على ايران وسوريا ما عرفش واش هاد المعلومة صحيحة ولا الخط المهم نمشي لتفاصيل باش ما نطول شعدي يكون بزاف راه موصيبك حلاوة واش دراسكم راه غادي قطع لنا كل شي بسهر اكتوبر قال لك سيدي غادي قطع لنا الضوء راه قطع لنا الغاز مع العلم ان هم هما بلد الغاز هما اللي عندهم الطوابير ديال الغاز احنا ما عمري في الحياة ديالي شفت انا باللي المغاربة عملوا الطوابير على شي منتوج جامي حياتي في حياتي والله ما شفت باللي المغاربة عملوا يعني طابور على شي منتوج كما بغي يكون الحمد لله بلادنا بلاد الخيرات والله العظيم الخضر والفواكه والحوت يعني والطراوة داك 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 الخضرة وداك الفاكهة اللي كاتشيط علينا عندنا منها كاتفيد علينا يعني كين كتفاء ذاتي وكان صدرون الافريقيا والاوروبا واصبحنا نحكم الارقام القياسية فيما يتعلق بتصدير الاوروبا يعني اسبانيا بلد فلاحي بانتياز واصبحنا اسبانيا اصبحات كتشكة منا بما يتعلق لا بالسامك ولا بالفريسة ولا بالبطخ ولا بطماطي يعني هذي المنتوجات كاملة اسبانيا يعني بيرداز لابطايا مع المغرب ويجي زندق عميل يقول لك باللي خسرت النعمة اللي كنت عايشين فيها يعني احنا المغربة خسرنا النعمة اللي كنا عايشين فيها من الجزائر الجزائر اللي كتصدر الفراقش ديال الججاج ديال الججاج مسي ديال الفقار ديال الججاج كتصدر الفراقش يعني الناس تحربوا انهم يكلوا سكران طايح في الدروز و المغرب الحمدلله عنده احسن مطبخ في العالم واحد صديق قال لي كنا بزاف ديال الناس خرجوا كيه ضروف سخرية لان فخباركم باللي الخبر اللي كين وهو سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار فرض الجزائر فيزا على المغرب موصيدة كحلا شوف شوف من نسبة الجالية المقيمة بالخارج فرنسا فيها جوديا المليون مغربي اسبانيا فيها مليون ايطاليا فيها سبعمائة الف هولندا ربعمائة وخمسين بلجيغا خمسمائة الف ألمانيا ربعمائة الف أمريكا تلتمائة الف كندا ميتين الف باقي ما وصلنا الجزائر لكن واحد عشرين الف خمسين الف اللي ردوا هما مليون مغربي متواجد بالجزائر الخوض طلبوا عما يتبون انه يجري على المغاربة اللي متواجدين بالجزائر اسمعنا الخبر بقي ما كيش كونفيرماسيون ولا بدا آآ غادي تكونفيرما هذا الخبر غادي يجريوا عليهم ولكن كانت منه على انهم يعجلوا في طرد هؤلاء المغاربة الخدمة في هاد الحوايج التقليدية راه موجودة في المغرب راه ما كانش العمال ربو كاملي في الجزائر كاملين هرباني في الجزائر قدامين قل لك معيشين والديهم ومبرعينهم ودابا غادي حقروه لكن نعمة دي الجزائر نعمة دي الجزائر المغاربة غادي حقروه نعمة دي الجزائر مقابل المغرب يحجون إليه يعني الناس من أنحاء العالم المطارات المغربية مكتدة القطارات ومنهم جزائريين لباحنا والله إلا قل لك قل لك كثرة لهم كتضحك يعني آآ بزافة واحد الحاجة مهمة كنت كانت ناقش فيها مع أصدقاء واكتشفت على أنه ما عندهم الحق نقول علاش السلطات المغربية أو مالك المغرب يعني علاش ما كيخرجوش بقرار علاش ماردوش مثلا على هاد القرار دي الجزائر قل لي وحسيد حاكين الله يذكره بخير قل لي شوف قل لي شوف قل لي قل لي المغرب الجزائر كيتعامل معها وكأنه كيتعامل مع طفل صغير ما كيتدهاش عليه بحل بحل شي حمق قل لي صافي قوة ترهاز ديالهم وهذا الغاباء ديالهم صافي بحل ذاك الوليية الصغيرة اللي كيبكي على شي لعباء ولا شي حاجة أآآ ما كيتدهاش عليه وكوت الصراحة يعني أعاتي بالحكومة المغربية على عدم الرد آآ على هاد القرارات ولكن آآ من بعد يعني ما ما تناقشت مع هاد السيد هادا آآ فعلا فعلا الحكومة المغربية لها الحق باللي ما ترد ما تدها فيهم موالوا وماشي أول مرة كيخرجوا بقرارات عبيطة بحل هاد ومع عمرهم خرجوا يردوا ولا تسرعوا ولا وبخباركم يعني هاد هاد الصعار اللي ينطفهم تهوى يعني داخله فيه يعني التهنئة دي الجلالة الملك محمد السادس حفظ الله للرئيس تبون يعني بالرئاسة التانية ما هناش عارفينه ولا ما عارفينش والزيارة ديال الحموشي الدول الخليج كذلك بزاف ديال العوامل القوت الحكومة المغربية ما تبقاش تلعب مع هاد الناس وما دابو ساعة خارجين بقرارات ووش دابو ساعة يخرجوا ينظر تدعليهم واشتفانا ما عارف شوش متفكين معايا انا كنقول وقيلسي عندهم الحق صافي خليهم بحال شي وليد صغير حمق ما عكا يدوهاش مش يوليد صغير حمق نو اما وليه صغير او لبحال شي حمق ما عكا يدوهاش فاتتخاربق ديالهم ودابو الخوتي نمشي ونشوفو يعني الناس دابع لكم يعني بحالين او في كلاتة اما تشوفو داك الزواج الابيض واما كل القرعة قال لك اسيد احتوما غاد يعملون القرعة بالحال المريكان قرعة ديال مريكان واما هاد الشروط المعقدة ديال الفيزا الشروط اللي هي نعم قال لك شهادة استفادة من من حاضراسيا صادرة مجهد الاقتصاص اذا كان مستفيدة من من حاضراسيا لا 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 نشوفو التفاصيل كلها انتم الخوط قال لك هناك ما يقدر بنحو عشرين الف مهاجر مغربي يعيشونا في الجزائر هذا ديال الفين وثلاثة وعشرين ما بين عشرين الف حتى خمسين الف قال لك اسيد احنا عندنا مليون مغربي موقعي من الجزائر وحقرون نعم اللي عايشين فيها في الجزائر وممساكن كيجيو عنا من الجزائر كيدربو يعني المئاز ديال الكيلومترات للي كيجيو عبر الفني دقو ناظر باش يدخلو عبر سبتم ليلية احنا شفنا مجموعات ديالفيديو هات ديالهم وكي اللي كيجي من او كي اللي كيدخل نيشان كيجي حتى المايوركا كيدربو شي تقريبا ميتين كيلومتر كيدربو مساكن ولكن واش احنا غادي نطيحو تحنا للمساوى ديال ديال هاد نظام ديال الكافرانات واش احنا غادي نطيحو لهاد المساوى مقاو احنا نجبدو فيديوهات فيديوهات حددت ولا حرج مغاربة يعني خسوم الفيزة باش مش يشدو الطوابير اه شحكي من فيديو ولكن ما ننزلوش احنا لهاد المساوى المهم نشوفو هنا نعم تحت عنوان القطيعة بالجزائر والرباط تقلق مزدوجي الجنسية والعمال المغاربة في الجزائر قالت صحيفة لوموند الفرنسية ان هناك ما لا يقل عن خمسين الف مواطن مغربي يعملون في الجزائر يعني خمسين الف ما بين عشرين خمسين الفين ماشين مئة مليون او لا عندكم ذاك الحساب بالدينار دائما زايد عالي بالزاف مهم الخط نشوفو التفاصيل اللي وضعتها السفارة الجزائرية بالمغرب للراغبين بالزيارة الى الجزائر اسمع معايا هنا تأشيرة الدخول الى الجزائر هنا بالنسبة للمغاربة سفارة الجزائر بالمغرب وكي كما كتشوفو هنا اه مل اه هاد السيد وطلب تأشيرة صورتان شمسيتان جواز الصفر وصورة منه بصلاحية لا تقل لا تقل عن ثلاثة عشر هذه الشروع خطاب من جهة العمل مصادق عليه يعني اه اللي غادي بشي تخدم معاي سيفطلك يعني عقد العمل المصادق عليه صورة من الاقامة للمقيمين رسوم التأشيرة حسب الجنسية والمدة جوج دي الوتائق الخاصة اضافة الوتائق العامة تطلب الوتائق التالية حسب نوع تأشيرة تأشيرة سياحة او تأشيرة عائلية شهادة ايواء مصادق عليها من طرف المجلس الشعبي البلدي وتائق الحالة المدنية بالنسبة للزيارة العائلية اتبات صالة القرابة تأشيرة عمل دعوة من الشريك او المتعامل الجزائري مع اه دكر المعلومات الخاصة بالمؤسسة الدعية العنوان علاش قلتكم باللي التأشيرة للجزائر واسبانيا بحال بحالة ولا هذي دي الجزائر على هذا اصعب من على الباسبورت حمارة الخوز حز في فندق او رسالة تكفل في اه تكفل من الجهة الداعية في الجزائر اذا كان تأشيرة عمل صورة من الرخصة المؤقتة للعمل صادرة من جهات اقتصاص من الجزائر خطاب من المؤسسة المرسلة هنا تأشيرة ديال الدراسة بشو نقرأ في الدراسة بشو نقرأ في الجزائر زعمها نخلي وزعمها فرانسا ونخلي الدول اه هذا ونمشو الجزائر شهادة استفادة من منحة دراسية صادرة من جهات اقتصاص اذا كان مستفيدا من منحة دراسية دليل حصول على تأشيرة البلد المراد توجه الي وبلد موجات تأشيرة ديبلوماسية او خاصة مذكرة من وزارة خارجية جوال صفر ديبلوماسي او خاص اه هذي هي الشروط خليها لكم في التعليق اللي ولولا لو تطالعوا لي انتم بزينا الخط ولا حول ولا قوة اللي بالله العلي العظيم والمقولة ديال المرحوم الحسن الثاني كيفاش كيفاش كنسا اه مع معا مع من حشرنا الله في الجوار يا كشي حاجة بحاله اذا مهم سيطا لاحو لا ولا قوة اللي بالله العظيم اه اه اتشي ما خط ما انطلوش عليكم بزاف وبسياسة عيدة واذا بغيتو عندي اقتراح نفتحو مباشر اليوم حادية عشرة مساء بتوقيت اوروبي وللعشرة والنسب لنقاش هذا الموضوع ديال فرض التأشيرة على المغاربة بالنسبة للدولة الجزائرية ما رأيكم خليونا التعليق ديالكم اذا بغيتو مرحبا اليوم امتداء من الساعة العشرة والنسب الحادية عشرة ليلا نفتحو مباشر وانستقبلوا المكالمات ديالكم ايضا وكيف جاكم هاد القرار ديال الدولة الجزائرية الى ذلك الحين صلى الله عليه وسياء سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته